اهلا وسهلا بكم في الليلة والدكتور حمد آل الشيخ شريك حلقة هذه الليلة في هذه الليلة خادم الحرمين الشريفين يؤكد نحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة مختلف التحديات وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميز هذه الكلمة وغيرها من الكلمات والمواقف ليست إلا تلخيصا مستمرا لرؤية القيادة وإيمانها التام والدائم بقوة هذا الاقتصاد الذي صنعته سواعد وأبناء هذا الوطن حياك الله دكتور أهلا وسهلا حياك الله الأيام الماضية يعني لم تكن أياما عادية بالنسبة لك كحضور ولم تكن عادية حقيقة لكل السعوديين الذين يعيشون ما يرونه تحديات وقدمون أنفسهم على أنهم هم من سيواجهها لكن الحدث الأبرز الذي أثار لغطا واجد تلك الأخطاء التي وقع فيها بعض المسؤولين التي تابعا عن تصريحاتهم لا فيما يتعلق بالإفلاس ولا فيما يتعلق بالإنتاجية ولا يعني حتى فيما اكتشفه الناس من حيثيات للأسف لم تكن مطمئنة فيما يتعلق بعض القرارات من هذا التصريح الذي في كلمة الملك الذي يلقىها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار كيف ندخل لترميم هذه الصورة غير الإيجابية التي صنعتها هذه التصريحة أعتقد بأن المملكة من أقصاها إلى أدناها شمالا وجنوبا شرقا وغربا بجميع مواطنيها يعلمون حرص هذه الدولة المباركة على الوطن وعلى المواطنين وأن هذه الدولة المباركة أيضا بذلت كل ما في وسعها من أجل خدمة التنمية في كل أرجاء المملكة شمالا شرقا جنوبا وهذا ما عهدناه وهذا هو الذي نعرفه والحمد لله أيضا نعرف أن المملكة العربية السعودية غنية بأبنائها وبناتها أولا وأيضا بموقعها ومكانتها في العالم وفي العالم الإسلامي وفي العالم العربي وهي دولة أيضا حصيفة بقيادة رشيدة تقوم بمهامها ومسؤولياتها حيال سواء العالم أو الاقتصاد العالمي وحيال شقيقاتها الدول المسلمة والدول العربية وأيضا حيال مسؤولياتها الإنسانية ومراحل التنمية في المملكة الحمد لله الجميع يعرف أن الدولة بدلت وما زالت تبدل في كل أرجاء هذا الوطن شمالا وشرقا وجنوبا في كل القرى تبني المدارس تبني الطرق تبني الجامعات تبني المستشفيات تقوم بأعمال جليلة لكن الجامعات كانت شوي ترف لا هي الجامعات ليست ترف هي مشاريع حضارية بكل صراحة والمراقب أيضا لموضوع الجامعات إذا سمحت لي يعرف بأن في مرحلة من المراحل أبناءنا وبناتنا بدأوا يذهبون إلى اليمن وإلى الأردن وإلى السودان وهي دول شقيقة لكن نحن نريد أبناءنا أن يتعلموا لدينا ونحن دولة أغنى من دول الجوار لكي نبني جامعات الأمر الآخر والجانب التنموي في بناء الجامعات أو المدارس أو المستشفيات هي أنها مشاريع حضارية وتهم المواطن ورفاهية المواطن الجامعة عندما تبدأ تجد حلقات من حلقات مترابطة من حلقات التنمية في كل منطقة يبنى فيها جامعة وتتحسن الدخول تتحسن المستوى المعيشة الأمر الآخر أن المراقب لمسيرة التنمية يشاهد أنه في مرحلة من المراحل كان عدم بناء الجامعات سببا في الهجرة نحو المدن الكبرى وبعد ذلك يستوطن من يتخرج الآن أنت استطعت أنك تحط الحلقة الأهم في حلقات التنمية موزعة في مناطق المملكة والحمد لله وأنا أقول أنه حتى التوسع الذي بدأ في الجامعات قبل عشر سنوات أنا أقول أنه أيضا تأخر يمكن أن المفترض كان أن يبدأ قبل أربعين عاما وجميع الدول التي تعتبر راقية ومتقدمة تجد أن هناك تعليم جامعيا متقدما وموزعا وتكون هذه أحد وسائل ليست فقط التنمية الاقتصادية والتنمية العلمية ولكن التنمية الإجتماعية والتنمية السياسية لكل مكونات المجدد طيب الآن أنت دكتور من أكثر النقاط التي توقفت عندها الفترة الماضية أنت لديك موقف حتى من اللي صار في موضوع إيقاف البدلات والعلاوات طيب أول شيء يعني نستعرض هذا الموقف ثم إذا قال لك أحد يا أخي طيب يعني ما في فلوس من أين نجيب هذا الظرف فعلا أعتقد أن قضية الفلوس نأتي لها بس هلنا نتعاطى مع البدلات البدلات أولا هي تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين إذا كانت تهم شريحة كبيرة من المواطنين فهي أيضا تهم خلينا نقول الحكومة وتهم متخذ القرار أن يعرف حجم وعدد المتأثرين بتغيير البدلات وما هي نسبة هذا التأثير ستكون على دخل المواطن ومن حق أيضا ولي الأمر أنا أعتقد أنه يعرف ذلك ويوضح له خصوصا بالنسبة للتحليل البعد الاجتماعي في تأثير مثل هذه التغييرات المواطن شريك في التنمية وأنا أعتقد أن ردة الفعل الأولى أن جميع المواطنين مستعدين لبذل حتى ولو من جيوبهم أو من رواتبهم شاهدنا هذه الليلة دكتور ليلة صدور القرارات كان المواطنون هم اللي يفتحون الهاشتاقات وفي مجالسهم أنه ما يخالف أبدا هذا ضرر صحيح لكن اللي خرب عليهم طيب نعود فقط لتوضيح لما طلعوا يعني لما طلعت بعض التصريحات عندما نعود إلى قضية البدلات إذن أنا يجب كمحلل للقرار أن أأتي وحط شرائح المجتمع أن أرفع السماعة على الجهات الأخرى وقول لهم كم عدد المقترضين من النظام البنكي مثلا الجهات الأخرى تقصد القطاعات يعني المفترض أن وزارة المالية من خلال مؤسسة النقدة أو ما لذلك قدمت كل الأعداد وقالت والله هذولي منخفضي الدخل وهذا حجم التأثر عليهم وهذولي متوسطي الدخل وهذا حجم التأثير عليهم وأعداد هؤلاء من مختلف القطاعات في الدولة وتقترح أشياء أيضا اللي حصل أنه صدرت عملية الغلاء وبدأ العمل واضطرت مؤسسة النقد أنها تصدر تعميم إلى البنوك بإعادة جدولة هذه القروض طيب بس بلا فيها جزئية دكتور هل موضوع الجدولة ممكن؟ طبعا موضوع الجدولة هو ممكن وللجميع يعني فيه الناس اللي عمره خمسين اللي عمره خمسة خمسين لا فيها طبعا إشكاليات أنا أقول لك الجدولة ليست بدون مشاكل الجدولة هي قيام مؤسسة النقد بدورها فيما يخص المواطن وهذا يذكر فيشكر لها ولكن أيضا هي وضيعتنا أعتقد في موقف حرج أنه صدر الموضوع ولم يكن هناك ربما تنسيق سابق فسوت التعميم وقالت أنه ما تخصمون شيء من الراتب لهذا الشهر مثلا إذا لم تعيدوا الجدولة طبعا البنوك الراتب العقرب طبعا هل يمكن الجدولة؟ نعم بدل ما أنه يتم الاستفاء مثلا من القرض خلال عشر سنوات الآن سيلزم البنك أنه يستوي فيه في خلال خمسة عشر سنة إلى عشرين نعم وهذا سيحمل البنك تكاليف لأنه أيضا من شروط المؤسسة أنه ما تحملون المواطن أي التكاليف وهذا أيضا يذكر فيشكر أيضا للبنوك أيضا إذا تحملت ذلك لكن هناك من ربما تقاعده قريب من قريب والتغير في صافي أو إجمالي الدخل الذي يحصل عليه سيؤدي إلى أنه يعني ربما لا يفي الراتب اللي بيأتيه أو الراتب التقاعد بسداد قرضة طيب هذا من أحد الأنواع أنا لن أتكلم عن كل الأنواع لكي لا أطيل فيها لكن أنا أقول أنه هذه الآن مشكلة بالنسبة أيضا فيه الناس اللي مثلا لم تجدول قروضهم في هذا الشهر ولم يخصم منهم معنى ذلك أنه لن يحسوا بالأثر إلا الشهر القادم مع راتب الشهر القادم طيب الآن خليني أقول لك هذا التوقع طبعا هذا له بعد اجتماعي مهم جدا يعني لا بد أن نحن ننظر إليه لأنه أنا أعتقد وقناعتي أنه الحمد لله ولي الأمر دائما يهمه مصلحة الوطن والمواطنين وهي مقدمة فوق أي مصلحة ولذلك تحركوا في الوطن طيب أيضا من الكلام اللي يثير الأيام الماضية كلام أيضا يدعو للذعور عن صندوق معاشات التقاعد لا طبعا هو غير صحيح جملة وتفصيلا ما ذكر عن صندوق معاشات التقاعد أنه قد يفلس غير صحيح هو لم يكن من المناسب أساسا النقاش حول صندوق معاشات التقاعد أو حول قضية التقاعد أنه ممكن يتغير المعادلة فيه هذا غير مناسب أبدا وليس حري ولذلك أقول أنه أثارت خلينا نقول إنعكاسات إيجابية لدى المواطنين أكثر مما أدت إلى إطمئنانهم هو الرسالة المفروضة أنها تطمئنهم إنعكاسات إيجابية أو سلبية تقصد أقصد إنعكاسات سلبية لدى المواطنين سواء عن الاقتصاد أو عن الأمن من ناحية التقاعد أو ما إلى ذلك لكن خليني أرجع إلى موضوع التقاعد حسب تقريب صندوق النقد الدولي لعام 2014 في المادة الرابعة المتعلقة بالمشورة أن صندوق معاشات التقاعد لديه 939 يعني أصوله 939 مليار بمعنى لو إنك استثمرتها باستثمار صحيح المفترض أنك لو جبت 10% أنت تتكلم عن 93 مليار في السنة خلينا نقول أنت ما تجيب إلا 6% يعني تجيب 60 مليار بكل سهولة تغطي 46 مليار اللي أنت تصرفها على المتقاعدين فإنت لو كانت الآلية الاستثمار صحيحة لن يكون هذا الشيء موجود بل إنه يفيض هذا فضلا عن الاشتراكات الجديدة في أي مبرر لو أني شيء فنتازك إنه شخص يقول على صندوق بهذا الثراء إنه قد يفلس يعني لا أنا أعتقد أنه غير صحيح أنا لا أريد أن أصف أنا ما يعني أصحاب المعالي لهم التقدير والاحترام والاختلاف في وجهات النظر في النهاية المصلحة العامة هو اختلاف في قضية مصلحة الوطن ومصلحة المواطن لا أزايد على وطنيتهم لا سمح الله أو أي شيء من هذا القبيل ولكن هي مصلحة الوطن والمواطن وهي ما نختلف فيه وأنت رجل الاقتصاد وغيرك من الاقتصاديين هذا دورهم وهذه مسؤوليتهم بلا شك هذا شغل الأرقام هذه أولا واجب ديني وواجب وطني وواجب أخلاقي وواجب نحو وطني ونحو ولاة أمري وفقهم الله اللي أعرف أنهم يبحثون عن الرأي السديد واجبنا إن حنا دائما يعني نكون نوضح إذا كان هناك خطأ وإن كان أحيانا التوضيح غير مريح للشخص بكل صراحة أنه يأتي ويوضح شيء لكنه أيضا هو من سبيل أيضا طمأنة الناس إلى أنه الحمد لله البلد بخير والمستقبل أفضل إن شاء الله ويجب أن نكون متفائلين حكيت أيضا أنت على موضوع وقف العلاوة السنوية أيضا وقف العلاوة السنوية أنا أقول أنه هي لا تشكل رقما كبيرا وهي من حق الموظف فحتى لو جئت توقفها أنا يعني أقول أنه المفترض أن من رسم القرار أنه يحط في التوصية مثلا أنه من كان راتبه عشر ألاف أو أقل لا توقف عليه السنوية وأنا متأكد أنه لو ذكر ذلك لكان ولي الأمر سعيدا بذلك لأنني أنا أعرف أنه دائما هم أحرص منه ويمكن أنت استعرضت في البرنامج ليلة البارح عن حرص الملك وسمو ولي العاهد وسمو ولي العاهد على مصلحة المواطن طيب أنا ودي أيضا يا دكتور نروح لتأثير الرواتب والبدلات على القطاع الخاص سواء في جانب التجزئة أو حتى في جانب الإنفاق اليومي اللي هو المحرك الأبرز للاقتصاد بلا شك أنت لما تأتي وتخصم بعض مع الأسف أنه بعض الرواتب أو نسبة منها أصبحت كبيرة مع الأسف هي في صيغة بدلات فعندما تأتي بممارسة أنه تخصم البدلات من دون أن تعرف من دون ما تستشير الليهات المختلفة يعني خلي القطاع العسكري هو من يقترح خلي الجامعات هي من يقترح خلي القطاع الصحي هو من يقترح لكي لا تتراجع عن القرار هذا قرار يعني يهمنا أنه ما نتراجع عن أي قرار في قطاعات سيتم التراجع عنها؟ لا هو تم التراجع عن قضية بدل السكن في القطاع الصحي تم التراجع عن بعض قرارات المؤسسات المستقلة اللي أساسا هي تورد إيرادات للدولة مثل هيئة الاتصالات هيئة سوق المال ما إلى ذلك لكن إحنا نقول من ناحية المنهجية منهجية المراجعة أنه خلي الجهات تقدم مقترحاتها وتقول لك وش الأولوية فيه وش كده أنا لست ضد عملية الترشيد ولا أعتقد أن المواطن أيضا ضد عملية الترشيد وزيادة الكفاءة بالعكس الجميع يبحث عن أنه يكون اقتصادنا قوي أن يكون كفو أن تلغي بعض التشوهات الموجودة اللي ما تأدي لكن رجوعا إلى قضية تأثير انحفاظ الدخول على القطاع الخاص على القطاع الخاص خلينا نأخذها بعد فاصل قصير جديد وعشان نتكون انتاجيتنا يعني ها كده حوالي الساعة لا إن شاء الله تفضل تفضل شباب من جديد في الليلة الدكتور حمد آل الشيخ واقتصادنا الوطني القوي الأقوى من كثير من التصريحات ومن خيانات التعبير أبي تكملي دكتور لو تكرمت في التأثير المتوقع على القطاع الخاص بمختلف أجزاء في التجزئة في الإنشاءات في التداول اليوم يعني في الحركة اليومية ما أعتقده هو أن ذلك سيؤدي إلى ركوت مع الأسف لأنه قطاع التجزئة قدرة الناس على الشراء يعني كل هذه ستتأثر وسيتأثر النشاط التجاري وجميع الأنشطة الاقتصادية أيضا أنا أعتقد أنه تأثر الأنشطة سيؤدي إلى لا سمح الله إلى زيادة البطالة خصوصا وأننا نتكلم عن قضايا متشابكة عندما تؤخر حقوق واستحقاقات المقاولين في وقت وتدخل في دوامة سيولة وتدفقات نقدية ويصبح لديها مشاكل مع البنوك كل مقاول لديه عقود بالباطن أيضا مع يمكن من عشرة إلى مئة أيضا منشأة أخرى أو شركات أخرى لديه أيضا عقود مع البنوك هذه العشرة أيضا ستدخل في نفس الدوامة أيضا كل واحد من هؤلاء العشرة مرتبط يمكن بعشرة شركات أو ما إلى ذلك فهناك تأثير الدومنوس في داخل الاقتصاد وهذا سيؤدي إلى التداعي إلى آثار سلبية لا سمح الله أيضا هناك قضية السيولة أنت عندما تأتي وتسحب من السيولة الموجودة في النظام البنكي بمقدار 200 مليار تقريبا ما بين سندات فجأة خلال مدة سنة أو سنة ونص فحجم السيولة المتوفر أيضا للقطاع الخاص تبدأ تتقلص فأيضا على أساس هو يدير ويساهم في الاقتصاد الوطني كقطاع خاص يبدأ قدراته تنخفض طيب لو قال الشخص الآن يا دكتور أنه هالكلام اللي تقوله هذا توصيف للواقع لكن هذا واقع ونحن ذهبنا إليه اضطرارة عندنا مشكلة في السيولة عندنا ضرف عندنا مواجهة مع العداء عندنا وسط مشتعل الحين ما يمكن يكون كل هذا وهذه الخطوات هي يعني لتدارك اللي حن فيه ولمحاولة سد أي عجز محتمل بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط لا أنا أختلف مع هذه الرؤية القضية هي قضية إدارة الشيولة وتدفقات نقدية أولا المملكة قوية اقتصادية لا أحد يوجد عندها أي اختلاف في هذه الرؤية المملكة لديها من الاحتياطات النفطية ما يوازي 30 تريليون دولار لديها احتياطيات من النفط الصخري أو الجيري ما يوازي 300 مليار برميل لديها أيضا ما يوازي 240 تريليون قدم مكعب من الغاز المملكة أيضا لديها ثروة معدنية كبيرة لم تكتشف ولم تطور حتى الآن من ذهب من فضة من زنك إلى آخر ذلك المملكة فوق هذا لديها الحمد لله سكان يافعين قادرين على العمل قادرين لدينا نظام تعليمي الحمد لله يعني جيد من أحسن الأنظمة نطمح إلى أن يكون الأفضل لدينا جامعات في مصاف الجامعات العالمية لدينا مستشفيات في مصاف في المستشفيات العالمية لدينا علماء لدينا مخترعين لدينا ناس متميزين يفوزون بجوائز عالمية فالمملكة الحمد لله غنية غنية بقيادتها الحمد لله اللي دائما ما كانت حريصة في القيام بدورها عالميا ومحليا لدينا أيضا الحمد لله قضية إدارة السيولة بدأت المشكلة من عام 2007 من عام 2007 من عام 2007 ميلاديا عندما بدأت نقول وزارة المالية بقضية عدم إصدار سندات المفترض أنها طيب ما تحتاجها فيه فلوس ولو هذا صحيح لكن السندات وإدارة والسياسات النقدية والسياسات المالية أحد أدواتها اللي هي السندات بغض النظر وشو وضعك بغض النظر ما هو وضعك الاقتصادي فالدول كل جميع الدول عندها قروض وعندها سندات وعندها دين عام وتدير الدين العام بما يكون هناك توازن في السيولة في داخل الاقتصاد لما تم هذا السيولة اللي كانت موجودة رحلت رحلت تدور لها تدور سوق وربح المفترض أن نحن استخدمنا السكوك من ذلك التاريخ في بعض المشاريع الجبارة المفترض أن أدرنا السيولة بطريقة احترافية طبعا جميع الدول تقوم بإصدار السندات أنت جئت فجأة ثم قلت والله المتخذ يعني المقرر في الشأن المالي أو في الشأن النقدي أنه والله إحنا لازم نسوي كذا لكن التغير جاء مفاجئ لو أنك مسويه من 2007 كان السيولة موجودة عندك ما عندك أي اشكالات أيضا يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع لأنه موضوع مفني لكن أنا أقول أنه الحمد لله اقتصاد المملكة العربية السعودية قوي ومتين وكل ما في الأمر مع الأسف أنه كان هناك شيء من الاضطراب في القرار الاقتصادي أظهر وكأننا إحنا في أزمة كبيرة غير قابلة للسيطرة هذا غير صحيح وأعطى انطباع عالمي وخارجي عننا غير صحيح وأعطى انطباع أيضا للمواطنين غير صحيح وهذه المفترض أنه أنت تبني ثقتك لكي تجذب المستثمرين لكي تجذب رؤوس العموان لكي أيضا تحفز وتشجع القطاع الخاص لكي يزيد من استثماراته يزيد من توظيف المواطنين هذا هو اللي كان المفترض طيب أي بالآن من الأشياء اللي الناس يحكون عنها بنوع من القلق لا إحة الوظائف التعليمية الخاصة بالتعليم العام نعم أنه هذه هل من المتوقع أنه يشملها هذا هو الآن فيها يبدو لي كونة لجنة مع أنه اليوم الوزارة قالت أنه لا نية أو لا صحة أنا أعتقد إثارة مثل هذه المواضيع غير مجدي بكل صراحة ونحن في مرحلة يعني يجب أن نحن نزيد من عوامل الاستقرار والاستقواء والاستقواء قضية أنه خرجت هذه مثلا الإلغاء بدأوا يمكن بعض المعلمين أو المعلمات أو اللي فيها الفئة وهم فئة كبيرة يعني أنت تتكلم عن فئة تزيد على ستمائة ألف بدأوا إذا كانوا يشكون أو مرتابين أو ما إلى ذلك من أنه قد يحول الجزء مثلا لا سمح الله من الراتب إلى صيغة بدل أو ما إلى ذلك أنا أظن أنه يجب أن يكون أول شيء أنت تريد أول شيء الكفاءة والجدارة للمعلمين والمعلمات يجب أن يكون نظام الحوافز مرتبط بها بمعنى مقاييس للتقييم صحيحة لتقييم الأداء ترتبط بمستوى أداء المعلم أو المعلمة في الصف وهذا لا يقاس إلا بمستوى طلابه إذا ربطت بين لائحة التقييم تقويم المعلم أو المعلمة بمستوى تحصيل أبنائها أو أبنائها الطلاب فأنت في ذلك تستطيع أنك تحفز المعلم وفيه مبرر طيب الآن يا دكتور خلنا نفترض سيناريو لمعالجة هذه القرارات للعودة عن بعض ما يتعلق بالرواتب والبدلات مثلا في القطاع الصحي في القطاع الأسكري في مختلف القطاعات هو المقام السامي شكل لجنة أيضا للمراجعة لمراجعة هذه القرارات وهذا طيب هذا يعني يعطي خط عودة أنا أعتقد أنه أول شيء يتم تحليل عدد المتأثرين وين قطاعاتهم فيه وما هو البدل الذي سيؤثر عليهم كم عدد المقترضين منهم ما هي نسبة القرض وتأثيره على المستوى المعيشي له أنا أعتقد عملية التحليل البعد الاجتماعي أنت لا في عملية تغيير أي سياسة اقتصادية لا يمكن أنك تطرح السياسة الاقتصادية من دون أن تقوم بالتحليل الاجتماعي تحليل الفئات منخفض الدخل متوسط الدخل كم تأثيرهم ما هو كلهم زي بعض ما هو كلهم زي بعض لكن متخذ القرار يهم هذه الفئات لكي يعرف كيف يتعاطى هل يتخذ القرار أم لا يقول لا والله هذول الفئة ما أريد أن أمسهم أيضا تحل على مستوى القطاعات هل سيتأثر القطاع الصناعي هل سيتأثر القطاع الزراعي هل سيتأثر القطاع الخدمي قطاع التجزية كم حجم التأثير أيضا يحلل على أبعاد أخرى يعني فئات المجتمع المختلفة خلينا نقول البادية الفلاحين المناطق الحدودية وهكذا لكي يكون ولي الأمر على اطلاع بالأبعاد المختلفة لكل قرار يتم اتخاذه أما أنه يأتي قرار زي كذا فهو مضر بمصلحة الوطن والمواطنين نحن نبحث عن زيادة الكفاءة الترشيد لا شك وهذا شيء طيب وقف الهدر هذا ضروري وقف الهدر لكن أن الأبعاد الاجتماعية والأبعاد النفسية حتى لها لمثل أي قرار مهما كان لا يتم تحليلها أو إعطاء إسقاطاتها على جوانب مختلفة طيب يعني على امتداد خلني أقول لك يعني التاريخ الاقتصادي السعودي مرت تعرفي ضرور بس كان حقيقة كانت خلني أقول لك اللغة أو حتى يعني ما كان في هذه الجرأة خلني أقول لك يعني ما تفضلت غير المدروسة من بعض القطاعات يعني والسببها يعني طبعا شوف كيف المملكة العربية السعودية في تاريخ التنموي مرلت بمراحل سعر البترول كان أقل من ما وصلنا إلى نعم وأنا لا أعتبر أن انخفاض سعر البترول أنه كما ذكر من قبل بعض أصحاب المعالي أنه مع تقديري واحترامي لرأيهم أنه كارثة أنه من الأسباب أنه كارثة لا هي إدارة السيولة هي كانت المشكلة بالعكس أنا أرى أنه انخفاض سعر البترول يعني كان جيد ليه لأنه يؤدي إلى أنك تعيد إعادة توزيع الموارد ويؤدي أيضا الجانب الآخر الذي لم يكن جيدا أعتقد هو أن يرتفع البترول فوق المئة دولار ويظل لمدة طويلة بما يحفز المشتثمرين في خلينا نقول الاحتياطات الهامشية بحيث أنها تصير منتجة وتصير مربحة أيضا يحفز المستثمرين ويطور التقنية في تقنيات الإنتاج وتقنيات الاستكشاف إلى أنواع أخرى من أنواع النفط اللي يصبح بعد ذلك بديلا لأن زي النفط الصخري زي النفط الصخري على العموم هناك أيضا في أشياء شكل دائل نحن جديد للطاقة ممكن العالم يستغنع النفط يعني بعد سنوات فليس من مصلحتنا أن يستمر مثل اللي حصل لمدة سنوات بشكل كبير لا لابد عند مستويات معينة نعرف ما هي المستوى الذي سيؤدي إلى دخول تقنية أخرى أو مورد آخر عموما الموارد الموارد هو نظوب اقتصادي بمعنى أنه ما عد فيه احتياج لأسل عمل ما عد فيه احتياج أو أصبح هناك بديلا لها أقل تكلفة من هذا الموارد هذا اللي صار شوف سيارة الكهربائية شوف فأنت إذا وصلت إلى هذا النظوب لا سمح الله بسياسات أنت قدتها بدون ما تنظر إلى المدى الطويل الذي سيحدثه في التقنيات أو في الموارد البديلة فهذا سيضر بالمصلحة على المدى الطويل احنا عندنا احتياطات نفطية فقط المؤكدة تكفي لمية واربعين سنة هذا غير المؤكدة لأنه إذا ارتفع بعد سعر البترول تبدأ غير المؤكدة في أنها تصبح أيضا مؤكدة طيب بالبعض يقول لدكتور أنه هذه الإجراءة في موضوع الرواتب يا أخي هو تحول نحو تقليص وتصغير الحكومة شيئا فشيئا باتجاه التخصيص أيضا أنا أرد أنه صحيح عندنا عندنا خلينا نقول زيادة في الموظفين في القطاع الحكومي لكن هذا كان نتيجة لأنه خلينا نقول عدم نجاح سياسات السعودة في العهد السابق لأنها اعتمدت على برنامج نطاقات وبرنامج نطاقات مع الأسف العهد السابق للوزارة تقصر في العهد السابق للوزارة نعم يعني وبرنامج نطاقات الناتج الطبيعي له أصبح التوظيف الوهمي ولذلك وجدنا في بعض وسائل الإعلام أنهم اكتشفوا أنه مثلا 189 ألف امرأة يعملنا في مجالات وأنشطة أساسا هي غير مفتوحة لهم وتطورت صناعة التوظيف الوهمي في ذلك الوقت وكذلك التدريب الوهمي وأدى إلى أنه مجموعة من جزء مهم وحيوي من أبنائنا وبناتنا يركنون إلى في القطاع الخاص الدكتور والوزارة يعني لديها ردودها ولديها بعض يعني يعني قد يعني في لها الكثير من الردود على زيها الكلام والدفاع على التجربة لكن لكن خلي بيقول لك أيضا في القطاع الحكومي في القطاع الحكومي نتيجة لأنه لم يكن القطاع الخاص كافي و فاضطرت الدولة إلى زيادة التوظيف بلا شك وجاء في وقت من الأوقات أصبح التوظيف ولوجود فائض مالي التوظيف في القطاعات الحكومية هو وسيلة لحل مشكلة اجتماعية من التكدس في نظام جدارة باقي أقل من دقيقة وباختصر إلى سؤالي يا دكتور هذه الأخطاء المعلوماتية العبجدية التي ظهرت في أحاديث بعض المسؤولين يعني أنت كرجل الاقتصاد كيف تخليك تنظر إلى أنه هل قد ينجم أو هل قد يعني تظهر مواقف وإجراءات جديدة في زي هذا الشكل في مثل هذا التأثير السلبي والله هذا طبعا في علم الغيب لكن أنا أنا أتمنى أنا أقول التصريحات طبعا غير موفقة حقيقة وبعض الكلمات وإدخال بعض الأمور في بعض أدى إلى نتائج سلبية الإخلاس المدروش يعني يعني ليست الكلمات المواقف أنا أدعو وأنا متأكد كل مواطن ومواطنة في هذا الوطن المعطاء يدعو لأي شخص يكلفه ولي الأمر بشأن من شؤون البلاد والعباد يعني للتوفيق والسداد وأيضا من حقه علينا أن نحن نسدي له النصح وإن اختلفنا معه فهو اختلاف يعني خلينا نقول فيما يهم الوطن والمواطن وأنا أعتقد أنه مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبار أنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا دفتور ذهب الوقت سريعا بالتأكيد ما جئنا على كل النقاط شكرا جزيلا أنا يعني بنوع من الإصرار والتكرار ظهورك هنا وفي غير وي البرامج هو جزء من واجبك يعني من واجب الناس عليك ومن واجبك أيضا على ذاتك وعلى ما منحك الله من معرفة وعلم مطلع في هذا الجهن فأنا أكرر شكري لك حتى لو قرأه البعض يعني أنه هذا دخول في معترك جديد أنت يعني صرت خارج هذا المعترك لكن أتصور أن هذا من الواجب والله هو ليس من السهل على الإنسان أنه يتكلم لكن أنا أعتقد أنه هذا واجب الوطني نحو وديني وأيضا نحو ولاة العمر اللي يعني يهمنا ونأعت مؤمن إيمان نعم كامل بأنهم يبحثون عن مصلحة المواطن وهذا شأنهم للبحث عن مصلحة المواطن شرقا وغربا شمالا وجنوبا في كل مراحل التنمية ومنذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وهذه الشجرة الطيبة الحمد لله تبحث عن مصلحة هذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم أنتم دائما في الليلة نكرر من هذا المنبر هذا الاقتصاد قوي بأبناء هذه البلاد بقوتهم بتاريخهم بما حباهم الله وسيظل هذا الاقتصاد يمثل الداعم الأبرز ليس لمستقبل أبناء هذه البلاد وإنما المنطقة بيأكملها ثقوا باقتصادكم لأن هذا جزء من ثقتكم بأنفسكم لا حد يخونا التعبير مساء على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر